السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وصحبه اهلا بكم في حلقة بديدة من سلسل سلسل سنة ولا كمبيوتر بعيدة موقع www.taclamo.com فكرة تتخذيب محدثكم مبرام عبد الحميد منتاج واخرار احمد شفيق اه نادا دعاء وتسويق اه زهرة الفردوس اه من غامل منصورة مصر اه 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 او ينزل حلقات كمان ان شاء الله نضيفها المدونة اه 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 وانفارستير دوت بلوجس بوت دوت كوم نحن ده هنشرح برنامج مهم جدا ورميل جدا وشهير جدا اللي هو برنامج الاكسل ماكروسوفت اكسل الاكسل من برامج اه زيها تصريت من مجموعة ماكروسوفت والن برامج اه يعني اه طبق ان احنا ممكن نقول عليها برامج عبقرية لانه برنامج زكي يعني بيعتمد على انه بيحاول اه يحاكي اه ويتفاعل مع الشخص اللي قدامه هنتبين ده من اه من خلال استخدامه يعني فنبدأ مع بعضك ده باسم الله مراحيم نشرح الاكسل الاول هو ليه اسم ده اكسل ديت اقتصال اكسلانت يعني ممتاز يعني هو اه اسمه اكسلانت اللي هو ممتاز يعني فهو ما يقول سوفت اكسل هنستعرض الحاجات اللي قدامنا دي التعامل مع البرنامج تعامل مع الملفات التعامل مع ورقة العمل ووركشيت تعامل مع الخليجة سلت اه التعامل مع الصيغ والدوال وميزات متقدمة طبعا احنا المحاضرة دي اه اللي بوضاع اه اللي مصممها واللي عملها اه دكتور عاطف حراقي ربنا يبركنا فيها يا رب اه واحنا نمشي على المنجل اللي هو عامل اللي هنشيل منه ولا هنحط ولا نزود عليه يعني احنا نمشي على اللي هو عمله بالظبط اه الى ان ربنا يرسه ان شاء الله ونشرح الاكسل العملي اه بكل اه تفاصيله ان شاء الله تعامل مع البرنامج عندنا الاول تشغيل البرنامج ازاي شغاله وزاي فتاح البرنامج من قائمة من قائمة من قائمة وبعدين ميكروسوفت اوفيس وبعدين ميكروسوفت اوفيس اكسل 2003 نيجي بقى البرنامج قدامني البرنامج اكسل ده اصلا ايه وزيفته يعني احنا عارفنا من الورد ووزيفته النواة بيكتب اللي هو كل المطبوعات كل ما ممكن النواة يطبع بتعمل بالورد عشان الورد هو برنامج معالجة كلمات او برنامج معالجة نصوص الاكسل بقى برنامج اه يعني اه غاوضه الاساسي غاوض حسابي بس طبعا ما ممكن يكون بالنامج مكتب يعني طبع عادي يعني مش معنى كده النواة اللي بتخرج من اكسل ما تطبيعش كل مجموعة ميكروسوفت النواة اللي بتخرج منها ما تطبيع. وغالب البرامج يعني ان الحاجات التخرج منها سهلة في ابو طبعاتها يعني مش اه مش الموضوعها بيطبع على مت Listen الموضوعها بيعالج ازاي. البيانات اللي انت بتدخيلها بيعالجها ازاي. فالاكسل عبارة عن فكرة محاكاة اه يعني الجدول الاقترونية. يعني يعني نعمل جدوى لزاك يسهل علي عمليات المختلفة. ده معنى اه معنى اوضحه بمثال. اه ان مسلا انا عندي مدرسة الف طالب. عندي الدرادات بتاعته. فعايز اجيبيني اجموها. ممكن امسك الى حسبة. واحسب درجة طالب طالب مجموعة درجات كل طالب من طلبة دول. فاعمل عملية حسابية كم مرة? اعملها مية مرة. يعني هجمع مية مرة اللي هو عدد اه الطالب اللي في المدرسة دول. الاكسيل انا بعمله بعمله في خط واحدة بس. يعني الاكسيل انا معرفه الطالب الاولاني ازاي? وبعدين ام معلم على باية الطلاب يتعاملوا زي ما انت عمل اولاني. فهو جدوى الليكتروني بيسهل على الموضوع ده. بدخله البيانات بيعالجها وف سنة. بدخله البيانات بيعالجها وف سنة. الوقت اللي باخده في اكسيل كله هو وقت ان انا اه ازبطه واعده عشان يطلع على النابك. انما بعد ما بعمل كده بقدر استخدمه بقى اه عشرة سنين اه بيقدي نفس الغرض. بعمل فيه تعديلات في البيانات بعد كده بيعمل هو العملية اللي هو مخصص لها اصلا بسهولة كبيرة. نتعرف على مكونات البرنامج اول حاجة عندنا طبعا ده الورقة العمل. المجموعة المستطلات اللي جمع بعضها دي. كل مستطيل منهم اسمه سل. خلي. كويس? على بعضها السل ديت لما تدرس في اربع بعضها و رأس كده اسمته عمود. لما تدرس جمب بعدها و فق اسمها ايه? اسمها روس. روس. يبقى عمود كولم و صف روس. اه لما يتقاطع مع بعض بيتقاطع في ايه في السل. خلي. فدي ورقة عمل. الاكسيل هيت يعني ملف الاكسيل بيتكون من مجموعة ورقات. يعني الاكسيل بيتكون من مجموعة ورقات. كونا خدنا قبل كده الورد بيتكون من مجموعة الصفحات. كل ورقة مدادة اسمه cheate. وہة كتاة الشيت. ممكن تغير الموضوع ده وتخليه يفتح اكثر من كتاة الشيت زي ما نشوف قدام كمان شوية. فطبعا اللي فوق ده هو التايتل بارشية العنوان تحتي المينيو بارشية الخوائم بعد كده التول بارز بتاعتي الاستاندر اه بوتن اه تول بار والا فورماتينج تول بار. عندنا بعد كده كمان سطر الكتابة والتعديل في الخلايا. اللي هو بيه بيتح لي ان انا اكتب دل او اكتب اه موجودة في الخلية. ممكن نكتب فيه بدل ما كتب في الخليه و ممكن اكتب اه ان الخليه ديت وظيفتها هكذا. اتعامل مع ورقة العمل. لو بصنا الواية العمل اللي قدامنا ديت اللي هي شيط ده اللي احنا فاتحينه ده هنالله ان انا عندي خلية مفتوحة انا واقف فيه. فالخلية دي اللي المواقفتي فيها علمني على امتين. علمني على حرف الاه? وعلمني على حرف. علمني على وقم واحد. اللي هو ون. فتبقى اسم الخلية ديت ايه ون. ايه ون. اللي جنبها اسمها ايه? بي ون. اللي جنبها سي ون. طب. ديت ايه تو. يبقى اللي جنبها بي تو. كزلك بقى هادر اعمل اه كل الخلال الموجود. طبعا اه عدد الخلال اللي في الاكسل اللي عدد خرافة عدد نهول يعني. اه ده ده ان هو هو معمولة مسلا ان انت فقدنا انت في شيت واحد عايز تحط اه العملاء بتوع الشركة بتاعتك ممكن مسلا ان يوصلوا فقدنا ان هما خمسين الف. فهو معمول لحاجات ضخمة زي كده ممكن تحطم في شيت واحد. الخمسين الف. طبعا مع الجيتهم ما تبقى صعبة وتبقى معهم ما يبقى صعب. بس اه مش ده المقصد. المقصد ان هما اه اصدوم ان هو بيديك امكانية كبيرة جدا. لانك عندك عدد خلايا كبير جدا. مش هتحتاج يعني تقول ده البرنامج فيه نقص في موضوع الخلاة ده. فان عدد الصفوف في الاكسل اظن خمسة وشتين الف وكس. خمسة وشتين الف صف وكس يعني الارغام دي مستمر لحد خمسة وشتين الف. الحروف بقى بعد ما بيخلص اي بي سي بعد ما وصل الزد بيقولك اي اي بي بي. اي 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 بي اي سي. بعد كده بتنين جميل خلية وراء التنة. عندي الخلية الناشطة يعني الخلية اللي انا واقف فيها اللي هو بلاء اللون اللي فوقي اه بورتقاني اللي جنبها بورتقاني دي اسمها الخلية ناشطة الاكتف سل. التنقل بين الوراءات. انا عندي كزا وراءة في الاكسل اه sheet مفتوح قدام تات وراءات ليها sheet one sheet two sheet three. عايز اتدقل ما بينهم ممكن بالماوس اضغط على sheet one يبقى انا واقفت في sheet one. كليل كشمال. اضغط كليل كشمال في sheet two يبقى انا واقفت في sheet two. اضغط بكش مات في شيت سيب انا اق في شيت سيب. طب عايز اتنقما. مين هو على ده. ووقفت في الخليه طب لو رجعت ووقفت في الخليه في الخليه بتاعت وبعدين فردنا اننا بقى عايز الخليه بتاعت بتاعت برضو التلاتة يكون فيهم مكتوب مسلا حاجة واحد فقردنا انها اكتب فيها جسم الله رحمها حين. كويس? فعايز التلاتة يكون مكتوب فيهم نفسي حاجة. طب معلم على التلاتة واكتب في واحدة منهم يقول من الاتنين تانين يكتب زيها وخلاص. هي دي الفكرة. ان انا ممكن ايكون خلية معيامة بتتعامل نفس التعامل في كزا شيء. فانا ممكن اعلم على الشيطات دي كلها عن طريق كنترول والماوس. اه واكتب في الخلية ديت الحاجة اللي انا عاوز. لو ضغطنا على كلمة شيء نفسها. كلمة شيء ديت ضغطنا طبعا كليك شمالي بقى احنا هنفتح هنقف فيه. طب لو وضغطنا كليك كلمة اطلع لنا القائمة ديت. اول حاجة يعني ادراج ورقة جديدة يعني عايز ادراج اه شيء جديد. شيء جديد صفحة جديدة ورقة جديدة. ديت يعني انا همسح الشيط خالص. يبقى الشيط وانا وانا اضغط عليك دي الكمين. ديت همسحه. احزفه. انما انسرت هدوف واحد اه تاني. يعني انا عندي شيء وانا شيء تو وشيء سري. لو وقفت في شيء سري ويتاكتب لي كلمة وانسرت هيضف له شيء فوق. اه بعد كده عندي عادة تسمية. انا لما لفهدنا ان انا واحد اه شغال على بتاعه. نقولنا ان اه اه ما قولتش انا ان نسيت. الاكسل ده هو عبارة عن محاكاية للمحاسبين. يعني محاكاية لدفتر اللي بيستخدم المحاسبين. اه اه محاكاية لتعامل المحاسبين مع الدفات. فالجدائل اللي اوكترنا هو جدائل الزهاجات دي بيحتاج انك ممكن تعمل مسلا عشر شيطات او عشرين شيط او حتى خمسين شيط. فالخمسين شيط دولت. اه بطلاء بطلاء فانا حاطت المعلومة فاني شيط فيه. ما عندي ده واحد اتنين تاة اربعة خمسة. وانا مش حافظ انا حاطت اف واحد وف اتنين وف تلاتة. فبحتاج اغير اسم الشيط ده. اكتب الشيط ده مسلا الصادر واكتب الشيط ده الوارد واكتب الشيط ده حسابات الجارية واكتب الشيط ده العملاء واكتب كده. خلاص كذلك المهندسين لما بيستخدموه اه بيبقى كل شيط بيبقى ليه وتعامل. اه كذلك ممكن اي واحد فتح اي محل او متجر او اه سوبر ماركت او اي حاجة يعني هو الاكسيل ينفع. في كافة شيء ما يقولش حاجة لأ يعني. كذلك ده انا بس اسام الناس او انا مسلا اه مدرسة وكانت بقى اسام الطلبة وكانت بقى اسام الموظفين. ممكن بدل نكسيبها في الورد اكتبه في الاكسيل على السن اكسيل اللي معمول فيه جدوى الجاهز. بعد جده عندي اه رابح حاجة يعني انا ممكن انسخ الشيط بتاعي اعمل مني نسخ او ممكن انقله اللي هي ايه كان يخدته كت كان يخدته كت فبدل كت هنا في موف اللي هي انقله يعني. بدل اه موف اللي هي بتساوي كت زائد بيست. اه سليب تقول شيتس انا اختار كل الشيتات اللي موجودة عندي ديت عشان اعمل عملية واحدة. ممكن كلهم اخدهم كت ممكن كلهم اخدهم آآ ممكن كلهم اعملهم اي حاجة. بعد جده بضغط كريك مين وبقى اجيب آآ سالس واحدة اللي هي تاب كالا. تاب كالا. اللي موجود ده تحت الشكل ده من من تعامل في الكمبوتر اسمه يعني دي اللي تحت ديت والطريقة ديت لما بقلب عن طريقة ده اسمه فالتاب كالا. ان انا اغير لوني تاب. ان انا مش اغير بقى الكلام اللي مكتوب جوه الشيت. يعني انا اشيل كيل من شيت وان وقت مسلا اسمي محمد. مسلا. آآ 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 عايزة اغير اليوم بتاعها بحسينة تبقى مميزة. انا عندي عشرين شيت. عايزة النحو. عارف انا اللي احمر بتاعك ازاو الله صفا بتاعك ازاو الله خدر بتاعك ازاو الله خدر بتاعك ازاو ما انا هعملهم بالالوان ده هيسار عليها كمان. في كود اسمه اللي هو كود بتاع اه تقريبا يعني على ما اظن. آآ المهم الكود ده لما انا بكون مستخدم في قلب ده طبعا حدث في البرمجة. آآ بيسهل علي ان انا اشوف الكود الموضوع ده بيخلينا اشوف الكود بتاع آآ بتاع آآ خلي ايه بتاع الشيت ده واقدر اتعامل معاه واعدل فيه او ازبوطه او اشوف هو المشكلة فيه فيه. ده طبعا ما ضغطنا على موفو كوبي بيقولي طبعا حط لك بقى الا الشيت اللي انت عايز تنقيه ده في بوك وان ولا بوك تو ولا بوك سري. او انت طبعا اول ما بتعمل الاوربان والغاية كده هنلاقي ده بوك وان. يعني المستنى بيسمي نفسه اسمه افتراضي. فبيسمي نفسه بوك وان. لو فتحت واحد تاني جنبه يسمي بوك تو. لما تيجي تسايف ده بتغير انت البوك وان والبوك تو ده تلقي الاسم ان انت عايز تحفظ به او تسايف به. بعد كده عندنا الترقل ما نقل الشيت نفسه. انا ممكن عايز اخلي واحد بعد اتنين. فهم ماسكوا اه اهم ماسكوا شدوا ضغط بالماوس وشدوا ساحبه وموديهن. كذلك ده موديهن. اي حاجة. يعني اصحابه وانقلهم مكان لمكان بالماوس اشده وبعدنا سيب الماوس ساعت ما اجي اه المكان المناسب اللي انا عايز يوقف فيه. بعد كده لو ضغطنا عقابة الناسات اللي في انسعة احجاجات كتيرة اهم. عندنا اولا لو انا عايز اضيف خلاياة اا روز لو انا عايز اضيف صف كامل مجموعة خلايا جنبة بعض. لو انا عايز اضيف مجموعة خلايا فوق بعض. لو انا عايز اضيف شيت جديد خالص. اه زي كريك يمين. اللي هي كليك يمين على mexet لهو اعمل لو انا عايز اعمل شارت اللي هو الرسم البياني او المخطط الباني اللي هو وضح لي الارقام بتاعت دي اتماشي ازاي سيمبلز انا عايز اضيف رموز 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 الالتلاتينية رموز اي 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 نوع من رموز. فانكشن لو انا عايز اضيف فانكشن. فانكشن دي بقى احدا من الحاجات الجامدة بيدي انك تعمل فانكشن. فانكشن دي يعني دلة. دلة حسابية او رياضية او مالية اي دلة. دلة ديت مسلا انا عندي مجموعة مارقة. ما انا عايز اجيب علاقة ما بينهم. يعني مسلا في دلة اسمها دلة صم. دلة صم عند دلة الجامع. يعني عمالية الجامع عادينا احنا بنجمعها ليه واحد زي داها بيساوي اتنين. بيعملوها دل. ليه بقى لا اه لانها عبروا ما بين مجموعة حبات وعملوا يحطوهم في دلة صم. وبعدين الناتج ده ادخلوا في دلة تانية وبعدين اخذ الناتج التالت ادخلوا في دلة ربعة. يبقى العلاقات المتدخلة دية الدرجة اللي بتساعدني فيه بعد كده فيه كومنت هنا لو انا عايز اقف على لما انا عايز اقف على الخلية لو ضغط على كومنت علم Frau احضابي عن خلية وعملت عليهكون عندك لما ضغط على الخلية يقولي الخلية دي ايه؟ بيديني طعليق على الخلية ويفهمني وهي ايه لو انا عايز اضيف صورة بضغط لو الصوت عندي على الجهاز بقوم جايبة لو ضغط على ده يفتح لي بعد جدا عندي لو انا عايز اعمل مخطط يعني مسلا اه حاجة وبيتفرع منها خمس حاجات عشر حاجات عشر حاجة. اه طرق حل الحاجة الفلانية. الطريقة الاولى التانية التالتة الرابعة. فهي احضهم في لو انا عايز اضيف حاجة للشيت. حاجة معينة. يعني مثلا فلاشة. اه برنامج بامتيتات معين حاجة من برنامج كزا. لو انا عايز اخلي كلمة عبارة عن يفتح لي صفحة جديدة. ممكن تقون الصفحة دي عندي على الجهاز او ممكن تقون الويندو ديت عندي على الجهاز النفسة ديت ممكن يفتح لي برنامج عندي على الجهاز او ايضا حاجة عندي على الجهاز. وممكن يفتح لي صفحة نت. نيجي بقى التحكم في عدد الاوراق في الملف الجديد. عندي دي 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 اول حاجة اتعاكم في عدد اخر ملفات فاحتها لو ده وط على قيمة في الاكسل هلاقي تحت كده في اربع ملفات اما الاربع ملفات الافتراضية اللي هم اخر اربع ملفات هنستخدمتهم فهو عادة امني. كويس. طب لو انا عايز ازود لو بعد ده اخليهم ستة ازود اخليهم ستة بقى احطوه الاخر ستة وعايز اخنهم عشرة بقى احطوه اخر عشرة. بحيس يسهل على الوصول لاخر حاجة ده استخدمتها. طب اه يعني عدد الشيتس اللي انا لما يفتح الاكسل اللي يكون مفتوحة اه ممكن يكون اه اه تلاتة. ده الوضع اللي افتح ده خليهم انا افتح لي خمسة الشيت عشرة الشيت. زي ما انا عايز. اه 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 اتستارت اوب اوبن اول فاز ان. يعني الملفات اه افتحها في المجلد ده. يعني الملفات هزا المجلد تفتح تبقى ايه? يعني اه هعمل مجلد الملفات بتاعته بتتفتح لما يفتح الاكسل. هنا ازهار خطوط الشبكة وقفها وتخطوط الشبكة. الخطوط الشبكة اللي انا عاملها ديات اللي هي خطوط دي. ممكن ازهرها وقفها من هنا. كذلك ازهار عناوين الاعمدة والصفوف على الشاشة. ممكن اشيل كمان عناوين الاعمدة والصفوف. عنوان الصف الاولاء العمود الاول ايه? العمود التاني بيه? ممكن اشيله. تغيير الوان خطوط الشبكة ممكن خطوط الشبكة الخطوط اللي انا مراسم بها الجداول ديت. يكون خطها مش حاجبني. فحتاج اغير خطها من هنا بختار اللي انا عايزه. اه التحكم في الحلقة بمفتاح انتر. دقيقة انا وضغلت او كنت يقف خليه. وضغط انتر هينزلني الخليل يا تحتها. طب انا عايز لما اضغط انتر يحط خليه الخليل اللي جنبها. او اللي فوقيه. او اللي جنبها عن ناحية تانية. يبقى انا عندي رايت وليفت واب وداون. باجت وليفت واب وداون. بزمت وفتاح انتر لان انا غالبا بحتاج وبيستخدمه. على اكثر الحالات اللي انا بستخدمها. تعامل مع السدس. انا عندي التلاقل بين الخلية عندك اسهم. عندك طبعا الماوس بتختار منه الخلال انت عايزه. ده الماوس معانا على طول. تلاقل من الخلية عندك الاسهم. فوق وتحت يومين وشمال. طب التلاقل ما بين نهاية اه ما بين بداية ونهاية العمودة فعايز في نفس العمودة حرة. فبضغط فوق وتحت ايومين وشمال. ده ما بين بداية وانهاية العمام. عايز اجيب اول السطر بضغط على كلمة هون. اه ده كل ده طبعا في الكيبورد. عايز تنقل ما بين المناطق الفريغة والمحتوي على بيانات. يعني انا عايز اتنقل ما بين الحيثة الايه? اللي فيها بيانات اند والاسهول. اه اول ملف الخالية اوان. دي اول خالية. خالية اوان هي اول خالية. فكنترول هون يعني نبجعنا الخالية الاولى اللي هي ايه وان بالنسبة لي. اخر جزء في بيانات. يعني ده اخر حتة في بيانات. احنا قلنا اند ده بيخلنا نتوقع بمميل اجزاء اللي فيها بيانات. اند اسو. انما يعني اخر خالية فيها بيانات. انا عامل عشرين خالية اخر واحدة فيهم بيانات ايه? هي دي بوادان. بيجي ابو صفحة للفوق. يعني تطلع الصفحة للفوق اه بيجي داون صفحة لتاحت. اختار اجزاء من الواقع. شفت زي ما في تاني العاقب. ده قطع شفت واختار الوابط احرق. يعني انا بيعفع في الخلية الفلانية. ماشي? وبعدين بضغط على السه. كويس? وبعدين بضغط اه بيضغط اصلي على شفت. يعني بيقف الخلية بيضغط على الشفت. وبعدين بيضغط على السه. فيختار الخلية اللي هو فيها واللي تحتها. طوضت تحت كمان. طوضت اليميني. شمال كده. كنت اختيار الواقع كلها. اه كنترول زائد لاختيار العمود الحالي للاختيار الصف الحالي. بان انا عايز اختار عمود الحالي كنترول زائد مصطرة. اختار الصف الحالي اه شفت زائد المصطرة. تحديد مجموعة من الخلايا غير متجوعة. تحديد مجموعة من الخلايا على شكل مستقيم. الخلايا غير متجوعة بحديدها ازاي بالكنترول. الكنترول دي بيضغط عليها بعدين بالنوص. اضغط على الخلايا اللي عايزها. انا عايز خلايا في الشرق وخلايا في الغرب. اهم ضغط على كنترول. ضغط على الخلايا ديت وبعد ننزل تحت خالص واضح الخلاقة اللي تحتها. طب عايزة اختار شوية خلاقة جميل بعضهم. انا بعمل مستطيل. شوية خلاقة جميل بعضهم ام. بعمل مستطيل. بل ايه المستطيل ده تعلمني على كل خلاقة اللي داخل المستطيل. تحديد مجموعة من خلاقة عن طريق سحب الفارة. فوق. اللي هو تحديد خلاقة على شكل ايه مستطيل. طب انا انا عايز احدد المستنى كله على بعده او البتاع كله على بعده بادوس هنا الوبع الفاسد بوضع اهو مصطر الفاسد بوضع ويعلمني على كل الحاجات وراي لحدي الماخ. تحديد احد الصف بضغط على صف. بضغط على رقم بتاعه اللي هو رمز بتاعه اللي هو الاتنين. او الاربعة. او الستة. كويس. طب فرطنا ان انا عايز اختار اه الصفوف اتنين والاربعة وستة افتغتها مع بعض. بضغط كنترول وبعدين بضغط على اتنين وبعدين ماشي شي ده مع الكونترول وبعدين بضغط على وضعه وبعدين ما اضغط على ستة. طب لو انا عايز اضغط اه اختار الصفوف من واحد عشرين. خمسة كنترول وبعدين اضغط اه بالماوس واحد وبعدين اتنين وبعدين تلاتة وبعدين اربعة وبعدين اه خمسة بحد عشرين. لا مش هضغط عشرين مرة هعمل ايه? هضغط على شفت بقى الكنترول. واضغط على واحد وبعد ما اضغط على العشرين. شفت بتختار الاول اه شفت معاها باختار بالماوس الاول والاخير ايه بتعلم علمكم.. انما كنترول يعني انا بختار واحد واحد. بقى شيفت بتختار الاول والاخير وبعدين ايه? هي بتختار اللي بينه. انما اه مع الموز بتختار ايه عشوائي يعني واحد من الشارع على واحد من الخanco. كذلك نفس الموضوع بصالتقدhelm Tarmac A A B C. بختار عمود الاول اتاني التالت اون ايه انا هايز ا Analytica Z انا بقنضغط على الآيه. ايه. اه دقط على شيفت و بعدين دقط على الآيه Flip يقوم معاليمنا يا علم كلهم. انا انا هايز اختارات El A A C والاي او نضغط على كنتولول وبعدين نضغط على والاي والس والاي. بالماوس. اتخيل البيان في الخليجة ادخل الارقام في الخليجة اتخيل التاريخ اتخيل النص في الخليج. انا ممكن ادخل اي نوع من صورة مسوحة البيانات في الخليجة. انا ممكن ادخل كلام نص ودخل ارقام او تاريخ عادي مفيشهوش كده. بقى مواقف وضغط. في مثل ايه اتمنى التلقاء اللي انا كتبت كلمة سيارة عبل كده. شوف انا كاتب هنا كلمة السيارة اه في الخليل اه اللي هنا. لما نزلت تحتها. دي كتبت السين فابولي وهو انت عايز السيارة اللي انت كنت تكتبها قبل كده. فمسلا كتبت شخص اسمه احمد محمد اسام. فجيت اه فجيت اكتب ايه اه آلف تاني. في الخليل اللي بعدها. او في الخلية تانية. بعد ما كتبت دي مش حلط بعدها في اي خلية تانية. اه فهو عارف ان انا كتبت اعمال ان احمد اسام فابولي انت عايزه تاني. استخدام امر الانتقاء اللي اه بك فروم اه دروب داون لست. انا على ما اضغط على عمر الانتقاء ده. بك فروم اه دروب داون لست ده مش فاكر بيعمل اينه. اه 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 تلاقي اه بيختار من الخلال تحت. يعني ان انا انتقي اختار من من الخلال تحت. يعني انا كتب اه 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 حاجة. وبعدين عندي اه 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 افاهم حضراتكم ازاي انا كتبت العسامة دي سيارة عربية عربية سيارة. عايز انتقي بقى من الحادات اللي انا كتبتها. فهم بيكفرهم اه دروب داون لست. تنسيق الخلال ممكن اجي من هنا واختار كليك يمين فرمات سيلز يبقى انا هنصق الخلال. انا عندي في تنسيق الخلال لما بفتحها فورمات سيلز هلاقي عندي كزا تاب. تاب كل تاب من تابات اللي فوق ديت اللي هي نمبر والاين منتو فوردر وبردر وبروتكشن. اه فعندي اول حاجة بيقول لي لما رضي هتكليك يمين طبعا نجبتها ازاي كليك يمين وفورمات سيل. كليك يمين وفورمات سيل. بيقول لي هي الخلالة اللي انت عايزها بتاعت ايه? ايه الكاتيب اللي بتاعها? هي نمبر ولا كرانسي ولا ايه بزاة ولا ديت ولا طايم ولا برسنتج ولا ايه يعني. النمبر اللي هو راقم. اه كرانسي اللي هي عملة. اه بيقول لي بقى ايه نوع بقى الخلالة ديت? هتحط فيها ايه? دي حاجة. تاني حاجة لما بعمل الايمنت بزبط الموضوع ده بيقول لي الخلالة دي هيبقى فاكز عشان اوها بيختلها التنسيق المناسب. تاريخ له وزروف غير العملة غير ايه حاجة. اللي هو ايه? الضبط. الضبط بتاع الخلالة ديت او المحاذات بتاعتها يبقى عادية يعني اكتب الكلمة في قلب المستطير. تبقى عليمينه ولا على شماله ولا فوق ولا تحت ولا في وسط بالزبط. فاظبط بقى الحاجات دي. فيه وفيه اللي هو رأس. فاظبط بقى الحاجات ديت وبشوف. كمان ممكن اعملها ايه? اعمل لها يعني اكتب الكلمة ميل. يعني اكتب الكلمة جوة المستطيل ميل. فيه بعدين تحت اه التكست كنترول بازوت بودك التكست كنترول ده زي ما انا عايز. هنا طبعا الفونت وازبط الفونتات من كل حتة ديت طبعا احنا عارفنا انه من السائز بختار السائز المناسب وبعدين هنا انا عندي يعني كتاب عادية ولا اتالك يعني اكتابة ميلة ولا يعني اكتابة اه بخط ساميك ولا اتالك يعني اكتابة بخط ساميك وميلة وبختار من هنا طبعا هو الخط وبعمله تحت بريفيو بيقول لي ايه الشكل بتاع ده عامل ازاي. وعندي تحت بختار هنا بعلم صح وبشوف اللي اتعمل. تأسير يتعمل. كويس ماشي مش كويس بقوم ده على الصحة تاني تقوم ممسوح. اللي هي الحدود. الحدود ده عندي حدود بتاع الموضوع ده احاد الحدود بتاع الخليقة مهند الخليس حدود يعني ممكن اتأل الخليقة ايه اتأل على خليق معينة خليل بعيدين. فمسلا انا عمل كده واختار نوع الايه الحد اللي انا عايزه واختار كنون. بطن زي اعنا اختار اه الالوان اللي انا عايز اه اختارها وهوله تحت الالوان والبطن اللي موجوده والمتاحه قدامي انا هنا ممكن اختار خليق الالوان وال identified الحكال والحاجات المتاحة. استخدام اداة التعبية التلقائية لنسخة ودراء الكلمة زيدة في الخليجة. في حاجة عبقرية بقى في الاكسيل هي الاكسيل فرضنا اننا عايز هكتب فيه من واحد لحد الف. همسك واحد انتر اتنين انتر تلاتة انتر ربعة انتر هتني كده? لا مش هكتب الف فقط. بكتب لي واحد اتنين تلاتة. وبعدين اقوم واقف. اقوم معلم عليه. يعني اه كتبت واحد اتنين تلاتة وبعدين اقوم معلم عليهم. معلم عليهم ازاي بالموس وضغط على واحد وبعدين ساحب نازل ايه صحابي تاتة دول. هلاقي عندي الشق المستطيل الصغار ده. المستطيل الصغار ده يعني ايه يعني فيه تكملة. فانا اقوم ده 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 سعى المستطيل ده وامساح. هايه ده اميال الخنات لحد الالف. يبقى انها تنين ماشي مع الميه مع الموس لحد الالف. كذلك ممكن احطوا الهيام. احطوا سابة عد اتنين تلاتة. وعن اعزا اكمل بايت اقوم الاسبوع. او مش هيها ده تاني. وبعدين بعد ما الاسبوع يخلص يقوم اسبوع من الاول. طب انا عايز هبتدي الاسبوع من الاتنين عادي مش فرقة معاه هيبتدي اتنين تلاتة اربعة خميس زي ما وجود قدامي. اتنين تلاتة اربعة خميس. اتنين تلاتة اربعة خميس لحد الايه? لحد التلات. كويس? قدل اتنين وتلاتة. الايه? الايه اه وان وقته اتنين اربعة ستة ثمين العديد الزوجي اهو دراع عامل العديد الزوجي. انا بعمل ايه الشكل اللي انا عاوزه بالظروف اللي انا عايزها في الزبط في الاكسل. بعد كده عند الصيغة والدوال. ادخال الصيغة. ادخال مرجع خلية او مرجع الانطاقة انطاقة اشهر بالفعل. الترتيب اللي هي تتم فيها مفيش من برنامج اكسل. طبعا اه مهمة قوي ان انا افهم ان الاكسل اللي بيعي لحاجات الحسابية العادية اللي انا بنعمل. يعني مسلا هيجمع القمتين اللي انت عملتهم وبعدين ايه? اه لو كان في ضرب لازم احطه اول ان انا احط يعني لما يبقى في ضرب وجمع وطالح واسم الحاجات ديت هو هيشوف الترتيب الطبيعة بتاع الحاجات ديت انك الاول بتضرب يعني مسلا اتنين في عشرة زائد خمس هتعمل ايه? وتضرب اتنين في عشرة اول بعشرين زائد خمسة بقى خمسة عشرين. بس. كويس? انها مش هيقول اتنين في عشرة زائد خمسة هيقول عشرة زائد الخمسة بخمستاشر وبعدين يجي عدراها في الاتنين. لأ. لأما انت لو عايز تقوله بقى من اتنين في عشرة زائد خمسة عشرة زائد خمسة تضيبه على بعض تحطهم في كسين. يبقى زي ما من اشتغف في الرياضة عادي خالص بتعامل على الاكسل عادي. طبعا الكلام ده يحتاج لتفصيل اكتر نشوفه في حلقات اه اتباعا. اسم العامل زي اسم معاملات موجودة القراءة الحالية القراءة السابقة ده طبعا بتوع كهرباء الاستهلاق قيمة المياه قيمة صحي اه صحي قيمة الا العدات اه اللي هما اه خدمات بشكل عام الكهرباء والمياه وصف الصحي للعاجات دي كلها الاجمال. ده شيء معمول وظريف جدا. بيعمل الموضوع ده. هنا انا عملت على الاجمال اللي هو مجموع دولت. اه فدخلت استخدمة بتاع الصم اللي هي المجموع وعلمت على دولت كلهم. اللي هو ايه علمت على دولت كلهم على بعض. وانا مش عارف الاكسل اللي احيانا بيجي لها سايا الخطأ. يعني خليه يكتب فيها الرمز ده. الرمز الاولان اللي هو بمجموعة شهدية جامعة بعد ذات يعني في الشيء لانه هزير لسانة انه لو يمكن تم عدم احتويات خالية بصورة صغيرة وزيك نظرة ان انا عمود صغير من حيث الحاجم. يعني انا العمود صغير والكلام مكتوب كتير. يعني اصلا العمود صغير اولا كتب فيه احمد محمد عبدالسلام. فاسم كبير على الخليه فمش باقي. فبيقول لك ان العمود ايه? العمود صغير. ماشي او ناتج رقم كتب مسلا فيه مليار. وهي الخليه ما تسحشغل الف. فايه? فالرقم كبير على الخليه. وبعدين اا العلامة ديت اللي بتاع يعني المرجع بتاع الخلية اتحزن. مسلا جيت انا عملت ايه? قلت ان الخلية سي واحد بتساوي مجموعة ايه واحد زائد مجموعة واحد. لو حطوا في واحد واحد. وبعدين حطوا في واحد واحد. وبردين اا عملت المجموعة. في سي واحد هيطلع عندك ايه? اتني. كويس.� لو انا حزفت الاي واحد. ده ده مرجع بالنسبة لي. سي واحد مرجعه الاي واحد. بيوصف الاي واحد الاول. هو بيوصف الاي اتنين وجوبنا علاقة منه على بعض. فالمرجع ده حزف. فيه بيعمل لي الرسالة دي هي تيقول ان المرجع بتحزف شوف المرجع روزة بطن. فيه كمان رسالة بتاعت النام. تشيها زي الرسالة انها استطعت تعرفها نص المكتوب في الصيغة. يعني انت عامل لي بقال له انا مش عالفها كتب لي ده او حاجة انت مقال فها مش موجودة. فيه كمان بتاع الفاليو لو انا اسمت مسلا على صفر. جيت خليتك تقسم قلت لك الخلية اه سي واحد دي تحصل اسمت اه اي واحد على بي واحد. وكتبت في اي واحد ده لقم وفي واحد ما كتبتش حاجة. طب هو انت ما بتكتبش حاجة بيعتبر ان قيمته صفر. فبقسم الواحد على صفر ما تقلوش حاجة. فيقول لك ايه? في خطأ في الفاليو. استخدام الدوال ووظفتها. انت عندك الدوال دوال كتير جدا ما بنعمل جسلة عندك دلة اللي هي بتعمل متوسط. الوسط الحسابي القسم القيمة انت امت خالها ديها بتعلم على شوات خلايا وتقول له ايه? الخلية الفلانية دي بتاعهم. دي بتحسب عدد عمدة المدرجة في المرجع. شوات خلايا انت علمت عليهم اللي امها المرجع. دولة عدد اه اه العمدة الموجودة فيهم. دلة اه اللي هي اه عدد ارقام المدرجة في الخلايا المحددة اللي هي ايه المرجع الفلاني. يعني بعلم عمشوات خلايا اقول لي هاتلي المكسوم الاعلى قيمة فيهم. هلو هو مسلا الف وخمسين وعشرين. فاعلى قيمة فيهم ايه? الالف بي احطيني الايه المكسوم الالف ديت بالخلية اللي انا علمت له عليها المنمم كذلك بس قال له قيمة فيهم يعني الراون دي دي بتقرب لي ارقام لارقام الصعيحة السام بتجنع محتويات الخلايا المحدد. عندي طبعا او الفئات بتاع الخلايا كتير. فعندي مالية وعندي التواريخ والوقت وعندي الرياضيات والمثلاثات وعندي الاحصاء. وعندي بتاع الدول اللي بتاع باحصل المراجعة وغيرها. فانا بقول له مسلا نقول له وبختار الخلايا اللي انا عايز. دلوقتي انا واقف في ايه قايمة اللي هي اللي هي قايمة الخلايا اللي باستخدمها عادات. فابرزهم ايه والافاج والاف والهايبرنينج دي ده اللي انا غريبا بستخدمي. لو قلت واستغلهم دول تانية يقول شوية قايمة ديها بتتحدث. واعجل التخطيطات بعد ما بطلع نتائج بعمل لها ايه? بعمل لها رسم بياني زي اللي قدامي ده. اه بعلم على شوية النتائج اللي انا عايز اعطوهم في رسم بياني. بقولوا الحلاقة ما بينهم وازبط في في الحاجات دي هتزبط بقى المقاييس والمعازاة والالوان والكلام ده. اشوف الالوان عايزها تطلع ايه? واما طلع عندي تخطيطات كتير. تخطيط المساحي. تخطيط مساحي سلسل الامعاد عاملو سلسل الامعاد. اعملو تخطيط السطحي كانو على سطح. تخطيط الشوية اللي كانو على السلطة. التخطيط اه شوية السلسل الامعاد اللي يبقى فيه تكسيم وسلسل الامعاد. اه بنوع ده من تخطيطات وبعدين التخطيط الاعمدة. السلسل الامعاد. التخطيط دي بقى كده زي بتجي في نشاط الاخبار وبتيجي في البورسة وبتيجي في الحاجات دي توضح لك الموضوع ايه الشركة مسلا بتكسب ولا بتخسر انت شغال كويس ولا شغال واحس اه النواة اللي انت بتلاحها مقبولة ولا مش مقبولة. اه شكرا لكم احسس معكم اتمنى ان انتوا كونوا قد استفدتوا بالسلسلة واه ادرب ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيكون وفاني في اه سلسلة اتمنى ان انتوا تستمروا في امتابعة حلقتها اه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته